طيب احنا هناخد اكيد القضايا بس هنروح مع بعض الملعب مختارة تيتش زميل كريم احمد موفد قناة الاهلي في مران الاهلي عشان يطمن ويطمن حضراتكم على اخبار فريق الاهلي بعد عودته للتمرين النهاردة كريم مساء الخير مساء الخير عليك يا سيد ابراهيم كل التحية لبشمان سعدلي وايضا تحياتنا كمان للنجوم الكبار طبعا ديوفك الكرام بالتأكيد طبعا متواجدين مع فريق النادي الاهلي واستعدادات لبطولة الدور العام بدوافع جديدة ورغبة بالتأكيد متجددة لفريق النادي الاهلي انا هكلمكم طبعا وطمينكم بشكل عام وانطمن جمهورنا على حالة اللعبين الاستعداد كل الامور دي طبعا من خلال شاشتنا شاشة في قناة النادي الاهلي البداية بشمان سعدلي وستاذ ابراهيم كانت بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي في اجتماع مصغر وحديث بسيط جدا مع اللعبين لكن مردوده بيكون كبير جدا الحقيقة الكابتن محمود أشاد بأداية اللعبة بروحهم بشخصية كل لعبة شخصية النادي الاهلي اللي كانت حضرة الحقيقة فيها المباراة الماضية واكد كمان ان خلاص هنقدر نقفل هذا الملف الملف الافريقي موقعا عندنا بطولة الدوري البطولة المحببة لكل جمهورنا لابد ان احنا ان شاء الله يكون تركيزنا اقوى واكبر نقدر ان احنا ان شاء الله بإذن الله نجمع نقاط احنا طبعا انت عارفة بشمان سعدلي وستاذ ابراهيم المباراة الافريقية بيكون عدد من المباراة بتحاول ان انت تجمع فيهم نقاط لكن اكد عليها الحقيقة كابتن محمود الخطيب في هذا الامر اجتماعه كان سريع حديثه كانت بسيطة مع بيتسو موسيماني اشاد باداء وتركيزه الكبير مع الكابتن سعدة ابدا حفيز وهي الحقيقة امور معتادة من القيم الكبيرة الكابتن محمود الخطيب انطلق الميران كالعادة والجزء البدني طبعا المختصة طبعا مخاططة الاحمال الكابيرل وجزء تكتيكي لبيتسو موسيماني بعد امكان ان مدى راحة 48 ساعة بعد العودة من المغرب لكن انطمن على الاصابات وانطمن على الغيابات في منها يكون متواجد خلال المباراة من ما يكونش متواجد يعني اقدر اقولك ان النهاردة احمد عبدالقادر لم يشارك في المرامب الكامل كلمنا طبعا مع طبيب النادي الالي احمد ابو عابل اكد على ان احمد عبدالقادر عنده كادمة قوية جدا في الكتف وممكن نهاردة مش يكون مشارك بكرة كمان مش يشارك فمنها الواضح ان احمد يكون خارج المباراة القادمة وهي مباراة طلائع الجيش على الجانب الاخر وهو رامي ربيع الحقيقة اللي ماشي بشكل طيب وجاد جدا من التأهيل خلاص رامي نقدر نقول في خلال من اسبوع العشر تيام نبدأ يخش تدريجان ان شاء الله في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الالي بخلاف طبعا هؤلاء اللاعبين استمرار بدر بنون وعمار واكرم للاصابات والتأهيل لكن الحمد لله طمنا على منعم طمنا على معلول على ايمن على كل اللعيبة الحمد لله ما فيش حد يشتك من اي حاجة يا رب ان شاء الله بإذن الله ربنا يحافظ على اللعيبة تدريب ايضا كمان تدريب قوي جدا بحضور الكابتن محمود الخطيب يمكن شغال التدريب حتى هذه اللحظة في تأسيمة قوي جدا واضح المعنوات المرتفعة وواضح التركيز الكبير ان شاء الله بإذن الله كل المردود يكون في مباراة طلائع الجيش ومنها مباشرة عاقب ثلاث ايام اكون مباراة سراميكا انتصاراته ويستعملوا ايضا كمان فيه تركيزه الكبير شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناة الاهلي الى ملعب المران في ملعب مختارة تيتش على كل هذه التوضيحات بشأن المران واخبار اللعيبة شكرا جزيلا كريم شكرا جزيلا كريم